بدأت بلدية المحرق باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين أصحاب الكبائن العشوائية وذلك عبر القنوات القانونية من جهتها أكدت وزارة داخلية أن الكبائن تشكل خطورة كونها تتقر لأبسط شروط الأمن والسلامة الكبائن الساحلية العشوائية ظاهرة انتفقمت وامتدت وطالت سواحل محافظة المحرق واستولت عليها ومما لا شك فيه أن تلك الكبائن تم تركيبها من غير ترخيص رسمي إذ بلغ عددها أكثر من 400 كبينة عدد كبير دق ناقوس الخطر وصار يشكل تهديدا واضحا للأمن والسلامة أولا قبل أن يكون تهديدا كمنظر مشوه غير حضاري وهذا ما لم تعرفه البحرين أبدا بلدية المحرق الجهة المنفذة المسؤولة هي الآن بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين أصحاب الكبائن تحت طائلة القانون وذلك بعد جهود مضنية في رصدها كما يبين تقرير المخالفات الخاص بالقضية أول مخالفة أنها بدون ترخيص وشقال طريق وأملاك خاصة أحيانا في مناطق تعتبر أشغالات بنيت في أملاك خاصة أصحابها تقدموا بشكاول البلدية لاتخاذ الإجراءات فالعدد الكبير هذه وانتشارة بذي الصورة السريعة هذه يخلينا ناخذ إجراءات وفق القوانين والأنظمة المعمولة تختلف باستقلالها بعضها تستقل كحضائر بعضها تستقل كالجلسات بعيدة عن مهنة الصيد ومن الناحية الأمنية فقد شرعت وزارة الداخلية في معينة مواقع الكبائن منذ شهر تقريبا مؤكدة أنها تشكل خطورة كبيرة على المواطنين كونها تحمل ثغرات أمنية في العديد من البلاغات من حرائق وسرقات وكعة التداءات ويمكن قد يستقل الكبائن في أمور غير مشروعة ونعيك عن الكبائن في بعض الكبائن يعني يكون ملاصقة لمنشآت هامة ممكن تشكل خطورة في وجود العدد والكمل المخالفات والمخلفات اللي هي كتناثة كأطارات أو كمواد قابل الاشتعار فهي كلها لا شيء يعني شكل خطورة وإحنا أي شكل مثل ما قلنا هاجس أمني وإحنا كدورنا كدورنا الشرطات المحوظة المحرق نهتم بها لا شيء بلدية المحرق ستبدأ بالإزالة فور صدور قرار الإزالة وستعمل عليه بشكل تدريجي على أن يتم تحديد موقع ثابت للصيادين ووفق شروط تنظيمية أما السواحل المحتلة فمن المقرر أن تعود كما كانت واجهة بحرية سياحية للناس أجمع بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين